موسيقى منذ اعتماد جواز التلقيح كمقاربات احترازية جديدة أصبح ولوج المنشآت السياحية والقاعات الرياضية مرهونا بتقديم هذه الوثيقة موسيقى الأقسام المدمجة فرصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من التربية والتعليم دون ما إقصاء أو تهميش أو تمييز وليكونوا في قلب الحياة المدرسية موسيقى أهلا بكم من جديد في معطيات الرصد الوبائي لكوفيد 19 سجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى حدود يوم أمس 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و352 حالة شفاء و7 وفيات وبالنسبة للحاملة الوطنية للتلقيح أبرزت الوزارة أن 23 مليون وخمسمائة وثلاثين ألف واربعمائة وستين شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بينما وصل عدد الملقاحين بالجرعة الثانية إلى 21 مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وستمائة واثنين وخمسين شخصا أما المستفيدون من الجرعة الثالثة فبلغ عددهم إلى حدود أمس تسعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين شخصا تتواصل ببلادنا بوطيرة متسارعة وبشكل إيجابي الحملة الوطنية للتلقيح دد فيروس كورونا سبيلنا جميعا إلى تحقيق مناعة جماعية ستقودون تدريجيا نحو العودة للحياة الطبيعية الحملة تعتمد في نجاحها على الانخراط الكامل ووعد هدفة ومن ضمنها تلك المعنية بالجرعة الثالثة لتعزيز مناعتها حافظ محدار والجمع الخصاص إقبال متزايد على مختلف مراكز التلقيح بمدينة الطنطن مع تواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد وباء كورونا مراكز حرصت على توفير الظروف المثالية لتأمين جرعات اللقاح للمواطنين بما فيها الجرعة الثالثة حيث تحرس فرق طبية عن قطاع الصحة العمومية والطب العسكري على تقديم هذه الخدمة في أجواء آمنة جاينا باش ندقوا الثالثة باش نحمر رسنا معانا المغرب ديالنا راني صلصيدنا راني صل مالكنا اللي خرجها جاينا باش نديروا درعة ثالثة وجاينا الحمد لله بكل فرح وصرور لهذا المكان وهذا فيه لال خير لجميعنا والمواطنين جاينا ندقين الثالثة لقاح الثالثة وبي خير على خير والله يرفض عننا عنكم هذا الوابع وعن أولادنا وعن عائلتنا عاشا ملي التفاعل الإيجابي للمواطنين ومختلف الفئة العمرية المدعوة لتلقي جرعات التلقيح يوازيها عمل مضني لكل المصالح المتدخلة في هذه الحملة الوطنية قصد التسريع من وثيرة هذه العملية وتيسير ظروف تقديم اللقاحات للمستفيدين عوامل ساهمت في ارتفاع أعداد الملقحين بالإقليم زرعة الثالثة للنقاح شهدت إقبال من المواطنين حيث وصلنا تقريبا لألفين مستفيد من زرعة الثالثة فيما تراوح العدد للزرعة الأولى أكثر من 53 ألف والزرعة الثانية أكثر من 7 ألف وبنسبة للتلمين في الوسط المدرسي وصلنا تقريبا لألف 7 ألف يعني مستفيد ونهيبه بالساكنة يعني بتوجه لجميع المراكز الصحية بقليم طنطال من أجل استفادة من الزرعة الثالثة هكذا إذن تتوصل عملية التلقيح بهذا الإقليم في ظل إقبال متسارع للمواطنين وتفاعل كبير مع هذه الحملة الوطنية غير المسبوقة والتي أثبتت نجاعتها في مواجهة جائحة كورونا حيث تحيل كل المؤشرات إلى دنو موعد إحقاق المناعة الجماعية أبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها أمس أنه بإمكان المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرع الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الحصول على جواز تلقيح مؤقت يمكن تحميله مباشرة بعد تلقي الحقن الأولى من اللقاح ابتداء من بعد غد الـ 22 أكتوبر الجاري على أن يكون بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقن الثانية أي بعد مرور 28 يوما فيما سيمكنهم الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقن الثالثة أي بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الحقن الثانية ودعت الوزارة جميع الفئات التي تلقت الحقنات الأولى أو الثانية أو الثالثة من اللقاح إلى الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالعملية الوطنية للتلقيح www.lqa.ma لتحميل جوازات التلقيح الخاصة بهم واللحظة ينضم إلينا مباشرة من فاس السيد محمد ثقال طبيب اختصاصي في البيولوجيا بالمختبر الجامعي بمستشفى الحسن الثاني بفاس وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بنفس المدينة أهلا بك سيدي إذن في البداية بلادنا اعتمدت جواز التلقيح الهدف منه هو تعزيز حماية صحة المواطنين ودعم جهود محاربة الوباء في نظركم إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الإجراء سبيلا لتقوية تجليات الأمن الصحي لبلادنا والدفع إلى بلوغ المناعة الجماعية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة قبل ما نجاوب بشكل مباشر على السؤال ديالكم أنا أريد أن أذكر أنه هذه تقريبا سنتين باش بدأت هذه الجائحة والوسيلة الوحيدة الناجعة التي أثبتت نجاعتها في محاربة الجائحة هو التلقيح هذا التلقيح بأننا جاعد يلو في دول عديدة منها المغرب إذ أنه في آخر موجة لعشتها بلادنا في الصيف كان من المتوقع نظرا لشراسة المتحور دلتا أنه تكون واحدة نسبة الوفاية بالمئات بينما كانوا الوفاية للأسف تأسفع لهم ولكن كانوا بالعشرات قلال وهذا الشيء كان نتيجة لأنه كانت نسبة التلقيح في حدود 30 إلى 40% في بداية الموجة هذه الأخيرة ولكن احنا فهمنا على المستوى الوطني أنه باش تكون واحدة الحماية أكتر كلما طلعت النسبة دي التلقيح الأكتر من 70 إلى 80% كلما كانت الحماية أنجع ولذلك يعني هذا الشيء المواطنين فهموه وتلتاجوا بشكل تطوعي للتلقيح وليجعل قبل ما يتخذ هذا القرار الأخير ديال الوثيقة ديال الصحية كانت نصلنا لأكتر من 60% ديال الملقاحين بالنسبة للساكنة المغربية وكذلك بالنسبة للفئة المستهدفة كنا نقارب 80% من الفئة المستهدفة يعني أنه نقدروا نقوله أن مواطنين مشاوية تلقحوا ما شيء حيث تم إقرار هذه الوثيقة وإنما بشكل تطوعي لكن في الأيام الأخيرة يعني قبل ما يتم اختخاذ هذا القرار لاحظنا أنه نسبة الناس اللي تقبلوا على الجرعة الأولى يعني في بعض الأيام اللي كان أقل من 20 ألف مواطنين اللي تيمشيوا بشكل تطوعي وهذا الشي يجعل أنه ما نقدروش نصلوا لهدف المنشود يعني نلقحوا يعني الناس لنسبة المنشودة إلا بعد أشهر كثيرة إذن كان من لازم أننا نسرعوا هذه الوثيرة وهذا الشي علاجة هذه الوثيقة الصحية ديال جواز تلقيح اللي هو في الصراحة مخصناش نشوفه كيعني كعائق الحريات بل بالعكس هذا الإقرار لهذه المقاربة الجديدة جعلت أنه مثلا الجامعات تبنات التعليم الحضوري مثلا الحمامات بعض اللي كانت مغلوقة تم الفتح ديالها هذا شي كله يعني نشوفه كإيجابيات وهذا المزوغ هذي يعني اللي دارت رمشي يعني جديد في العالم كانت تم تبنيها في عدد من الدول وأعطت نجاعة ديالها في هذ دول هذي بطبيعة الحال وباش نهضره بكامل الشفافية وحدكين واحد الأقلية قليلة لربما عندها واحد الملاحظات على هذا الجواز ديال تلقيح ولكن هذي الأقلية قليلة يعني ما تتعكش الشارع العام المغربي ونبغي نذكر أنه واحدة على المستوى الدول يعني على الأوروبية أو الأمريكية هذيك المناهضين تلقيح لهم قلة يعني ما قدرواش يقنعوا هذي السلطات ديالهم وحتى المحاكم العليا بينت أنه هذي القرار هو دستوري وقرار يعني يحمي المواطن إذ أن الحرية الفرضية تقف عندما تكون أنه تتشك الخطر على الآخر إذن فشنا نحطوه هذي في الميزان دائما يجب تفضيل الحماية ديال الصحة الجميع على بعض الأمور كهذه يعني هذا قرار يعني يلائم عن مقتضيات الدستورية التي تتعطي قيمة كبيرة الحياة وصحة المواطن قبل كل شيء السيد محمد سيقال طبيب اختصاصي في البيولوجيا ومختبر الجامع بمستشفى الحسن الثاني بفاس وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس شكرا لك على كل هذه التوضيحات كل من تلقى جرعتين التلقيح ضد فيروس كورونا ومن تلقوا جرعتهم الثالثة بإمكانهم تحميل جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية التي تضعها رهن إشارتهم وزارة الصحة لقاح كورونا.ما وتعرف المكتبات وكل المحلات التي تتولى طبع وثيقة جواز التلقيح إقبالا كبيرا من قبل المواطنين تزامنا مع الإقبال على أخذ اللقاح لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية من مدينة صورة روبرتاج وصال إمغري وعبدالغني التهراوي الصورة هي من أحدى مختبرات صور بالصوير التي تعمل على تحميل وطبع جواز التلقيح وثيقة ضرورية ستمكن حاملها من التنقل بأريحية وولوج الإدارات والمرافق العمومية أعتماد وثيقة جواز التلقيح إجراء يأتي تعزيزا للتطور الإيجابي في حملة التلقيح والتراجع التدريجي في منح الإصابة بفيروس كورونا من أجل احترام وحفاظ على صحة المواطنين وصحة الوطن ضرورة هذا الجواز التلقيح يكون عند المواطنين لأنه سيمكنهم من حرية التنقل من الولوج الأماكن العمومية هذا وسيمكن جواز التلقيح المواطنين من الولوج إلى الإدارات العمومية والخاصة وكذا الفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعة الرياضة على غرار بق المرافق فردت مؤسسات الإيواء السياحي جواز التلقيح بدءا بمستخدميها هؤلاء لم يستطع أحد منهم الالتحاق بعمله دون تقديم هذه الوثيقة الرسمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية من مراكش سومية بالعيشة ومحمد حسن مسكور اليوم مختلف بالنسبة للعاملين بهذا الفندق فالولوج إليه يتطلب منهم الإدلاء بالوثيقة الرسمية التي تثبت تلقيهم لقاح فيروس كوفيد قبل القيام بالإجراءات الوقائية الروتينية الأخرى الإدارة جالتنا والتي تتفضل للناس في قدموا في الدخول للفندق درجحنا للناس كل شيء فاكسيني داباية والتي تتفضل قبل ما يدخل للوثين من بعد فاش يكون كل شيء في طول السي ميديكال جالو رأي لابرزونتي أسميتها ذاك الباسفاكسينات لنك من بعد رأي ما يكون شهدنا مشكلة تلقي حراء أي واحد من العمال اللي تتعمل معنا في الفندق دي جرام دليبي الإدارة العامة دي الموالي البشرية دينا والحمد لله تنتمنوا الأمور التوز على أحسن ما يرام الإجراء الذي شمل في البداية مستخدمي الفندق سيمكن من تعزيز ثقتهم في أنفسهم وفي كل مخالطهم داخل فضائه وبالتالي تقليل مشاعر الخوف من إنكانية التقاط الفيروس البحفة علمونا في الفلوتين هنا قالوا لنا واش عندكم جاوزت لي قعجبوه كان عندنا حنيا كنا الحمد لله عندنا وعي بهذه المسألة كنا عندنا الجواز اللقاح كنا جبنه تنحفظ على ريوسنا وتنحفظ على الزبناء دينا وتنحفظ على الاباغون دينا لفعائل لعائلتنا فرض جواز التلقيح قرار تراهن عليه مؤسسات الإيواء من أجل استعادة أجوائها السياحية العادية وتهيب بزبنائها الالتزام بتطبيقه من أجل مقام آمن وسعيد بالمدينة الحمرة ومن مراكش نربط الاتصال المباشر بسيد سلاح الدين حركات مدير عام وحدة فندقية دن بعد التحية سيدي كيف تلقى أصحاب الفناديق خبر صدور قرار الزمية الإدلاء بجواز التلقيح؟ أولاً أشكركم على الاستضافات لنا والاهتمام لكم بطاعة السياحة والفندقية التي تعتبر من الدائم للإقتصاد الوطني والذي يعيش في ضروف جداً قاسية منذ بداية الجائحة يتوجب علينا أولاً نشيده كمهنيين بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات المختصة لتصدي والوقاية من وباء كوفيد-19 ونحن كمواطنين وشركات مواطنة منخارطون في هذه الجهود بدون شروط مسبقة نعم طيب إلى أي حد يخدم القرار مصلحة القطاع السياحي عموماً ومؤسسة الإيواء بشكل خاص فيما يخص التطبيق أو الإلزامية ديال جواز التلقيح فالمهنيين بقي كما كنت قلت لك أننا منخارطين في هذه المسألة ولكن يبقى عندنا بعض التساؤلات في خصوص تطبيق القرار من بين هذه التساؤلات أين تبدأ صلاحية المهني في هذا المجال وأين تنتهي هل يجب علينا طلب الجواز والاحتفاظ بالنسخة منه هل يجب علينا تأكد من صحة المعلومات المتوفرة داخل الجواز وإذا كانت هذه المسألة ما هي الآليات المتوفرة داخل المهني للقيام بذلك هل يجب علينا منع علوج المؤسسات غير متوفرة عن الجواز وبأي صفة هل هذه الجوازات تلقيح ديال الدول الأجنبية صالحة في المملكة عندنا أو غير صالحة هذه هم التساؤلات التي عند المهنيين التي نتوجه بهم الوزارة الوصية أو السلطات المختصة لإعطائنا بعض التوضيحات في هذا الخصوص سيد صلاح الدين حركات مدير عام وحدة فندقية شكرا لك على مساهمتك معنا ضمن هذه النشرة القاعات الرياضية بأقادير وكباقي مدن المملكة شرعت في تطبيق قرار اعتماد جواز التلقيح الولوجي إليها قرار خلف ارتياحا من لدن العاملين والزبناء كإجراء وقائي للعودة إلى الحياة الطبيعية حجب تامكية المرافق عاد المعروف لولوجي القاعات الرياضية بات لزامناء التوفر على جواز التلقيح سواء للعاملين بها أو للزبناء تطبيق هذا القرار جاء في إطار المقاربة الاحترازية الجديدة لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية نحن نقوم بإطار المقاربة لتسريع العودة إلى جواز التلقيح اللي كيوفر لنا ندخلو للقاعة الرياضية باش نترينيو بأرياحية ونستمتعو بالرياضة قرار اعتماد جواز التلقيح وضرورة الإدلاء به عند الولوجي للقاعات الرياضية خلف ارتياحا من لدن العاملين والمهنيين في هذا القطاع كان عندنا صراحة واحد تخوف أن الكليون غادي لابليغاتي ديالباس ما غادي شي تتقبلوها هذا ما كانت لكمبريانشون ديالالا كليونتيل وتفاعلوا معنا وعاونونا اليوم هذا الجواز كيحمي لا الزبون ولا كذلك لكل لأن هذا الشي كيرجع بالنفع للمواطن لأنه إذا بقينا ما كانت مراقبة بين الزبانارة سيكون مشاكل كبيرة اعتماد جواز التلقيح لولوجي القاعات الرياضية كوفيقة رسمية معتمدة من طرف السلطات الصحية سيمكن هذا القطاع من استرجاع نشاطه بعد توقف فردته جائحة كورونا وللحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أقدير السيد عمر المسعودي رئيس جمعية القاعات الرياضية بجهة سوس ماسا أهلا بك سيدي إذن اليوم القاعات الرياضية من بين الفضاءات التي شملها قرار اعتماد جواز التلقيح للولوج إليها أنتم كعاملين في هذا القطاع كيف استقبلتم هذا القرار بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة شكرا للمشاهدين الكرام وشكرا على الاهتمام لهذا القطاع لكيمت نشاط اقتصادي جد مهم استقبلنا هذا القرار بأريحية كاملة لما يعطيه من حماية المنخرطين والمنخرطين تفعلوا بطريقة جيدة يعني كل المنخرطين كانوا فرحانين بهذا القرار هذا لأنه قرار كان صائب قرار يعني حماية المواطنين حماية المنخرطين من هذا الفيروس والتخوف اللي كان اللي كان سابقا هو الإغلاق ديال القاعة الرياضية هذا هو التخوف اللي كانوا المنخرطين كيخافوا منه بزاف وجواز تلقيحة بادرة جد مهمة لما يحمل من مزايا لما يحمل من من أهمية إذن كيف تم تنزيل هذا القرار بالقاعة الرياضية وما هي الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن التدابير كانت جد عادية يعني المنخرطين عارفين بأن جواز تلقيح أصبح ضروريا للولوج إلى المنشآت والولوج إلى الأماكن العمومية وهذا كان طبيعي جدا نحن كنا نتظره لمدة يعني لمدة كبيرة كنا نتظره يكون جواز تلقيح من أجل إعطاء القاعة الرياضية واحد لحماية للمنخرط بشي إمارة الرياضة بكل أراحية شكرا لك السيد عمر الفكرة واضحة السيد عمر مسعودي رئيس جمعية القاعة الرياضية بجهاد سوس شكرا لك على كل هذه المعلومات كنت معنا مباشرة من مدينة أغادير تجويد وتعميم التعليم الأولي وارشونهام فتحته بلادنا بغية إصلاح منظومة التربية والتكوين وضمن هذا التوجه يتم تدريب وتكوين مربيات ومربيين وفق المناهج العصرية لاكتساب مهارات التعامل مع الصغار والتعلم أساسيات التلقين الموجه لهم ولهذه الغاية تشرف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وشركائها على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المربيين المتدربين روبورتاج من جماعة الصباح بأمانة تمارس خيرات مع حنان أرسلان ومحمد ناصيري التعليم الأولي مرحلة أساسية في حياة الطفل لضمان دمجه بشكل أمثل في الحياة المدرسية وبقدر ذات الأهمية يكمن تكوين المربيين والمربيات لتلقينهم مهارة التعامل مع الأطفال وتمكينهم من الأساليب البيضاغوجية الحديثة ضمن هذا التوجه يستفيد إثنان وعشرون متدرباً ومتدرباً من هذه الدورة التكوينية النظرية والتطبيقية تكوين اللي كيكون نظري وميداني بالنسبة للنظري كنشوف مراحل نمو عند الطفل المهم دي المربية والكفاءة اللي خاصة اللي يكونوا عندها وبالنسبة الميداني كنجو مرة في الأسبوع ضروري باش نعيش ووص الأطفال ونحطوا راسنا بلس المربية تنزوجوا ما بين نظري وما هو تطبيق يعني نوضفوا تقنيات النظرية اللي قرينا واللي درسنا وكانت بقونا على أرض واقع عدة أنشطة يتم تخصيصها للأطفال بهدف تطوير مهاراتهم من خلال تنمية الحس الحركي التفتح والإبداع وغيرها أنشطة يتدرب عليها المربون تحت إشراف طاقم متخصص هذه الدورة التكوينية جاءت في إطار شراكة المنجزة مع المباطرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار إحداث وحدات التعليم الأولي الموسم 2021-2022 هذا التكوين يدار في مركز تكوين المربيات ومن بعد يدار 8 ساعات في الأسبوع يكون تكوين ميداني يتقرب من الأطفال ومن المربيات يكونوا قرابين من الميدان إصلاح منظومة التربية والتكوين جعل من بين أولوياته تعميم وتجويد التعليم الأولي ورش كبير ستقاطع فيه جهود عدة متدخلين والهدف رفع هذا الرهان وتربية النش على اكتساب مهارة ومعارف تنمي مداركهم قبل الوروج إلى المدرسة المؤسسة التربوية الدامجة هي مؤسسة مدرسية حاضنة لكل فئات الأطفال البالغين سن التمدرس دون مع إقصاء أو تهميش أو تمييز لأي طفل مهما كانت ظروفه أو إعاقته مؤسسة تقوم بتكيف برامج ومضامين التعلومات لجعل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في قلب الحياة المدرسية النموذج نسوقه من الرشيدية في روبرتاج أحمد العلوي وأحمد الحمري هذه المؤسسة التعليمية بالرشيدية واحدة من المؤسسات التي تضم أقساما تربوية دامجة لفئات الأطفال في وضعية إعاقة أقسام تمكنهم من بناء شخصيتهم وكفاياتهم التي تؤهلهم للانخراط في معترك الحياة الاجتماعية الحمد لله ما كانش في واحد الوقت عندي أمل أننا بنتدخل المدرسة بحالة بحالة الوليدة دابا الحمد لله ستطعنا ندخلها بحالة بحالة الوليدة المدرسة وكون عندها مصار عدنا 19 عندها اضطرابة تدير التعلم وهي في أقسام عادية وعدنا 11 تلميذ كلها توحدي تلميذ توحديين عدنا 4 مدماجين في القسم الأول والآخرين في طور الإدماج إن شاء الله بعد تأهيلهم ودعمهم نفسيا وحركيا هنا نعتمد بيدابوجية التفريق لأن كل تلميذ له حاجيات خاصة على حدام إرساء مشروع المؤسسة الدامجة يتم عبر إشراك مجموعة من الفرقاء المتدخلين والمتخصصين لكنه يواجه صعوبات لوجيستيكية لدينا عدة صعوبات منها أن الأطفال يواجهوا صعوبات المرافقة في الأقسام زائد أن بعض المدارس رامش ولوجة يعني كنت يكون صعوبات بعض الأطفال تكون عندهم صعوبات لكي يولجوا المدارس زائد الأقسام ما عندنا بزافة المعدات أو الآليات الديتاكتيكية التي نخدم بها مع الأطفال يعني نخدم ببعض الأدوات نخدم بها قليل نحن وقعنا هذه الأدوات قليلة وعندنا بزافة صعوبات سنحاول نجحوها تجريبة وتبقى المبادرة هي واحدة من المبادرات والتدخلات التي تفعل حق جميع الأطفال في عرض تربوي منصف فعال وناجح وتضمن لهم فرص التعلم وتنمية إمكانياتهم وقدراتهم ومهاراتهم على المستوى الفيزيولوجي والعقلي والوجداني وكذا الاجتماعي وينضم إلينا اللحظة من الرشدية سيد مصطفى الهاشمية المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرشدية أهلا بك سيدي إذن دور الأقسام المدمجة لتيسير فرص التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ما هو هذا الدور لو بإمكانك شرح المزيد من التفاصيل شكرا على الاستضافة الكريمة بخصوص دور الأقسام المدمجة في تيسيري التعلمات لدى الأطفال في وضعية عقا فأعتقد بأن المدخل الأساس لضمان تكافؤ الفرص هو أن نضمان حق التمدرسي والتعلمي للأطفال لهذه الفئة من الأطفال في نفس الظروف التي يتمدرس فيها قرانهم وهي الحزورات الدراسية العادية إذن تربية الدمجة جاءت لتمكن هؤلاء الأطفال من حقهم في التمدرسي لكن في نفس الظروف التي يشتغلوا والتي يترقى فيها التلاميذ يعني تعلماتهم بشكل عادي المسألة الثانية لهذا العمل للأقسام المدمجة هي أنها جاءت لتضمان كذلك الحق في العمليات الأخرى المواكبة من دعمين نفسي وسيكولوجي باعتبار مختلف الخصوصيات النفسية والخصوصيات المرتبطة بوضعية الإعاقة لدى كل طفلين والتعامل معها بشكل خاص من خلال تمكينهم من مختلف الأدوات والإمكانيات والوسائل كانت بيداغوجية أم كانت لوجستيكية أم كانت كلها هذه العملية جاءت لتمكن التلاميذ من حقهم في التمدرس على غرار نضرائهم في الأقسام العادية سيد هاشمي لو سمحت ننتقل للحديث عن الوسائل البيداغوجية والأطور التربوية الضرورية ما هي هذه الوسائل لضمان التربية والتكوين لهذه الفئة دون إقصى أو تمييز من أهم الوسائل الأولين هو تمكين هؤلاء الأطفال من أطور متمكنة وكفئة قادرة على اعتماد مختلف المقاربات البيداغوجية التي تتحضر خصوصية هذه الفئة ويتعلق الأمر بالنسبة المديرية الإقليمية الرشيدية استطعت أن تجهز مجموعة من الفضاءات ما يقارب تقريبا الـ 14 القاعة للموارد التأهلي والدعم وانتقاء الأطور الكافلة بتدبيرها بناء على مشاريع البيداغوجية تقدم بها وبالتالي المديرية الإقليمية كذلك واكبتها مختلف الأساتذة الذين يدرسون هؤلاء الأطفال من خلال تنظيم دوارات تكوينية خاصة بالتربية الداميجة كذلك الوسائل التي تمت تعبئتها هو أن المديرية الإقليمية جهزت بالكامل ما يقارب 14 القاعة للموارد التأهلي والدعم لتقديم خدمات التأهيل وخدمات الدعم لفائدة هؤلاء الأطفال بتمويل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن هذا الفكرة واضحة سيد مصطفى الهاشمي المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليمة راشدية شكرا لك على كل هذه الإضاءات إلى التذكير بالعنوين من أجل تحقيق مناعة جماعية تقودنا تدريجيا نحو العودة للحياة الطبيعية تتواصل ببلادنا بوتيرة متسارعة الحمل الوطنية للتلقيح لدى كورونا حيث انخرط ووعي الفئات المستهدفة وتلك المعنية بالجرعة الثالثة منذ اعتماد جواز التلقيح كمقاربة احترازية جديدة أصبح ولوج المنشآت السياحية والقاعات الرياضية مرهونا بتقديم هذه الوثيقة الأقصام المدمجة فرصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من التربية والتعليم دون ما اقصاء او تهميش او تمييز ليكونوا في قلب الحياة المدرسية شكرا لكم على المتابعة وطابة أوقاتكم بيكوليجي اشتركوا في القناة